سوسيوس الأحزاب 70 يوم يوصلون على موعد الانتخابات التشريعية لتركز مجلس نيب جديد مجلس يكون متكون من 161 نيب تقريب 20 حزب أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات لحقيقة نجم نقولولي فما أحزاب وزنة وفما أحزاب وزن الرش فما أحزاب كما الدستوري الحر مثلا قادرين على التعبئة وهذا نشوفوا فيه كل ما يدعيوا إلى وقفة احتجاجية أو مسيرة وفما أحزاب يزمهم يتلموا في جبهة واقتلاف من تكون من عديد الأحزاب باش ينجموا يوزنوا أما جبت الخلاص هي تصور آخر بما أنها حركة النهضة كانت في حاجة إلى واجهة من شخصية سياسية وبعض الأحزاب تعرفت برفضها وحتى عداءها لحركة النهضة باشتعتي صورة جديدة لها ولكن ما نشحتش في هذا ويبدو حسب بعض المعطيات أن شابة الخلاص هي بديت في النهاية متاحة فما أحزاب وجودها مرتبط بتاريخها النظالي يعني أحزاب عمرها 30 أو 40 سنة كما المسر كما الحزب العمل شرعيتها متأتية بعمرها يعني كما عبد كبير نستعرفوا بيه عنده شرعية لأنه عنده تاريخ عنده تاريخ نظالي أما فعليا وسياسيا ما عندهمش وزن كبير فما أحزاب بلا تاريخ وبلا ماضي وبلا عمل يحسب اليوم تحب تتصدر المشهد وتقول لك أنا عندي شرعية خلق على خطر مثل الشباب مثلا بغيف كل واحد على كيفه وقت اللي كان البرلمان موجود المحدد كان الكتلة وعدد نوابها اليوم شنو المعيار شنو المعيار اللي نجمو أحنا نحدو بيه قيمة وأهمية وزن حزب هل هو الشارع؟ يمكن يكون ولكن لا يكفي الشارع بش أنا نعرف وزن حزب هل هو عدد المتابعين على الفيسبوك ما يحبوا بعض الأحزاب يعني قديش عندهم من جام وقديش الجروب فيه من متابع هذي الحقيقة معيار ما فيه حتى موضوعية وحتى ثيقة خطر نعرفوا التلاعب اللي يسير ونعرفوا لازالجوريتم كيفاش يدخلوا في اللعبة لسنداج ينجمو زي ما يعطيونا هم قيمة حزب في الوقت الحالي هم ممنوعين نعرفوا اللي احنا انطلقنا في الحاملة الانتخابية نوعا ما فما حتى صنداج ينجم يصدر والأحسن والأحسن أنه يكون فما إطار قانوني وواضح يضبط عمل شركات سابل أراكي ما هم طالبينه خلي تبدأ الأمور واضحة وقانونية هل يمكن تحديد وزن حزب بعدد المكاتب في الجهات مثلا يمكن هذا يكون مؤشر لتواجده على مستوى وطني علش ما يكونش وزن حزب مرتبط بحاشتين أولا الحزب وقانونيته وقوامه المالية يعني نرجع لمحكمة الحسابات نرجع لرئيسة الحكومة ونتبعوا هل أن القانون هذي خالص مع الدولة كما نقولوا احنا وإلا علش ما يكونش وزن الحزب يحدوا عدد منخرتيه يعني لزاديران الناس اللي حاملة بطاقة انخرات نعطيكم مثال بالله منذ أسبوع تقريبا حزب التجامع الوطني الفرنسي لغاسنبلومان ناسيونال أعلن على عدد منخرتيه اللي وصل الـ 40 ألف نهار 30 سبتمبر يعني توا توا عمل تغيف سبيسيال بمناسبة مؤتمر مديو بطاقة الانخرات بـ 20 أورو في عوض 50 أورو حزب الجمهوريين الفرنسي لغيبوبليكا فقد وزنه بما أنه تعدى من 149 ألف منخارط في 2021 إلى 48 ألف وخمسة منخارط في 2022 بما أنهم الناس ما جدوش انخراتاتهم نعطيكم مثال في أمريكيا نمشيوا مثلا للحزب الديموقراطي الأمريكي فيه نعطيكم بالضبط يعني كتدخل على موقع الحزب فم العدد 48 مليون وتسعتاش نلف وتسعمية وخمسة وثمانين منخارط سنة 2021 يعني أكثر شوي من 48 مليون منخارط بينما الحزب الجمهوري في 37 مليون وسبعمية وثنين وتلاثين الف منخارط أعطيت بعض الأمثلة باش نقول اللي لابد أن يكون فم محددات ديم مخكور اللي هم فرق الرياضية معروفين بعدد المنخرتين مثلا في تونس وفي كل العالم والإنخيرات هو التزام واعتراف بتقاسم أفكار الحزب أحنا يجينا ببرشلوم يقولونا تشبيكم جيبوا ففلين وفلتين وشنا هو وزن السياسي وشنا هو يمثل وشكون يمثل على خاطر نحب ولا نكرهو أهم شرعية تجي بالانتخابات هذا ما فيه حتى شك يعني الشرعية أنه الناس تصوت لك تعطيك التمثيلية هذا هو المحدد الأبرز هو أنك تكون منتخب من مجموعة من الأفراد ثنين يكون الحزب معترف قانونا وخالص وثالثا ينجم يكون المحدد هو الوزن مع عدد المنخرتين فلما لا نطالبو أحنا الأحزاب أنهم يعطيونا عدد منخرتهم باش نعرفوا وزنهم الحقيقي وهكيكا نحطوهم في الميزان الصحيح